مصر واستطباب الأمن والاستقرار فيها هو قوة لفلسطين ودعم لمشروعها التحرري ثالثا ترفض الحكومة رفضا قاطعا جميع التهم الباطلة التي توجه إلى قطاع غزة من قبل جهات رسمية وغير رسمية وتعتبر أن ذلك يأتي في إطار التحريض والتشويه وتؤكد أن جميع هذه الاتهامات تفتقد إلى المعلومات والبيانات الصحيحة وليست هناك أي أدلة تثبت أي من هذه الاتهامات الباطلة وقد تم اتهام غزة بالكثير من هذه التهم مثل مشاركة غزة في أحداث الثورة المصرية أو ميدان رابعة العدوية أو بتواجد الدكتور محمود عزة في غزة أو مشاركة غزة في قتل الجنود المصريين أو في خطفهم وإرسال المئات من أبناء القسام إلى مصر وقد ثبت بالدليل القاطع أنه لا صحة مطلقا لهذه الاتهامات وأن غزة ومقاومتها بريئة من كل ما ينسب لها في إطار الحملة الإعلامية الظالمة التي تتعرض لها وهنا نؤكد نفيا قاطعا أي علاقة لغزة بموضوع النفق أو قنابل القسام وقد أثبتت الوثائق التي تم نشرها سابقا بأن هذه القنابل تم تهريبها عبر عناصر من فتح إلى مصر والتي تم الحديث بأنهم سيستخدمونها لاتهام حركة حماس وقد كان وزير الداخلية قد أجرى فحصا وتحريا دقيقا مع فصائل المقاومة وفي مقدمتها حماس والتي أكدت له أنه ليس في أجندتها أو أدبياتها القتالية العمل ضد الجيش المصري الذي قدم الشهداء من أجل فلسطين على مدار سنوات الصراع مع العدو الصهيوني وقد نقل رئيس الوزراء هذه النتيجة للسيد وكيل المخابرات العامة مباشرة وفي نفس الليلة التي تم الحديث بهذا الخصوص من قبل الإخوة المصريين وقد أكدنا بأن مصر دولة عربية شقيقة ودولة مركزية لا يمكن لنا أن نستغني عنها وعن شعبها العظيم وأنه لا يمكن أن يأتيها أي خطر من غزة رابعا إننا نستغرب ولا نتوقع هذا التحريض والشيطن لغزة ومقاومتها الباسلة في بعض وسائل الإعلام المصري ثم يتطور التحريض إلى التهديد المباشر باستخدام القوة العسكرية ضد غزة ثم يتزامن مع كل هذا هدم الأنفاق التي مثلت شريان الحياة لغزة طيلة سنوات الحصار والتي لم يلجأ إليها شعبنا إلا مضطرا هذا في الوقت الذي لم يتم إيجاد بدائل بل ويستمر إغلاق معبر رفح سوى بعض ساعات يعمل خلالها وكم خلف هذا من آثار إنسانية بالغة الصعوبة والقسوة على عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الذين يضطرون للسفر لأسباب إنسانية واجتماعية وغيرها خامسا إن لدينا معلومات شبه مؤكدة أن رأس المقاومة في فلسطين عامة وفي غزة خاصة مطلوب خاصة بعد الصمود الأسطوري لغزة ولشعبنا خلال سنوات الحصار وثم في الحربين وقدرة المقاومة على إيذاء العدو ونحن هنا نؤكد بأن غزة ليست مصدرا للإرهاب أو التطرف بل هي قلعة صمود ومقاومة ونموذج عظيم من نماذج التضحية والإبداع لشعبنا ولأمتنا سادسا إننا إذ نؤكد على موقفنا الثابت والأصيل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين وأننا لم نتدخل ولن نتدخل في الشأن المصري وأن مقاومتنا محصورة في أرض فلسطين وضد الاحتلال الصهيوني وأنه في الوقت الذي ندعو فيه أمتنا وفي المقدمة مصر الشقيقة بأن تشكل لنا الحاضنة والحماية والسند للتصدي لسياسات العدو تجاه القدس والاستيطان والأسرى والحصار واللاجئين فإننا ندعو إلى وقف الحملة الإعلامية ضدنا والاتهامات الجزافية والتي بات من الواضح أنها تهدف إلى شيطانتنا وإحداث شقة بيننا وبين الشعب المصري الشقيق الذي نؤمن أنه يمثل عمقنا وسندنا سابعا إننا نأسف لاستمرار اعتقال الصيادين الفلسطينية الخمسة في السجون المصرية وكذلك ما قامت به الزوارق المصرية أمس باختراق مياه غزة وإطلاق النار على حسكة أحد الصيادين من رفح واعتقاله ثم الاعتداء عليه وعلى ولده بالضرب ثم إلقائه في البحر هذا يضاف إلى حادث إطلاق النار آخر حدث قبل أسابيع على أحد الصيادين أصيب به بتهتك في عظام يده إننا نشير بكل أسف إلى هذه الأحداث لندعو إلى الإفراج عن الصيادين وإلى التروي من قبل الأخوة في الجيش المصري في التعامل مع أشقائهم أهل غزة سواء كانوا في البر أو البحر وأننا نتوقع من جيش مصر أن يحمينا من أي عدوان صهيوني وأن يشكل لنا مظلة وسندا وليس مصدر تهديد وتخويف ثامناً تدعو الحكومة الفلسطينية لإيجاد آلية واضحة ومعتمدة للتواصل والتفاهم وضبط الحدود ولإزالة كل آثار الاحتقان والتوتر تاسعاً نطالب بضرورة فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وعلى مدار الساعة للأفراد ونطالب بإيجاد حل لموضوع التبادل التجاري كجعل معبر رفح معبراً تجارياً أو إنشاء منطقة للتجارة الحرة أخيراً أننا إذ ندعو كل الحكماء والعقلاء والحريصين في مصر الشقيقة إلى التوقف أمام هذا الوضع الصعب وإلى تصحيح الاضطراب تجاه غزة وفلسطين فنحن في الخندق المتقدم للدفاع عن مصر ودولنا العربية قاطبة ولن نكون مصدر تهديد لمصر أو لأمتنا وأشقائنا العرب ونحن نحترب مصر وأمنها وسيادتها وندعو إلى أن يحقن الله دماء أبنائها ويوحد كلمتهم ويجمع صفهم الحكومة الفلسطينية أعطيكم العافية يا شباب